اشتركوا في القناة اي كان وضعه في السجن والمريض ولمطلق والامرأة ولا راجل ولا كبير ولا صغير عنده الحق عنده حقوق أساسية لابد منها من الحقوق هذه حقه في انه يفكروا حقه في انه يقرأوا فيها حقه في انه يعبروا حقه في انه يتفرج السينما في الاطار هذا يجي حكاية السينما ولا يجي حكاية الكتب ولا يجي حكاية المسرح وانشتا كثيرا الشيء اللي نحب بقول لكم أنه التاج المهدي أيام القرطة السلمائية في الوحدة السجلية راهي معناها تقريباً وحيدة في الدنيا ما عايش موزودة اليوم بدأوا يقلبوا علينا عصلاً يا جميعاً صفاج لحوالكم فرحان برجة اللي هنا لأول بروجيكسون من الفيلم بيش تتعمل بعدكم خلق يا سين شتابه لأبخال شتابه لأبخال التجربة هذه في سجل مورنغي التجربة ما عنديش ما نجمش نصفها لك على خاطر أنك تجي ومعنى أنت تعرض فيلمك وقدام بركلا أكثر من خمسمائة مسجون اللي هما ما عندهمش الحق بش يخرجوا ما عندهم عايشين في سجن روحي والسجن ماتي نحب ولا ما نحبهوش مع كل الإقصاء والتهميش اللي تفرض ومعنى يفرض السجن عليهم كي يخرجوا ومعنى السينماتي أعطيتهم اليوم ساعتين حرية أنا صدقني ثمعوية مقبل كنت نحب نعمل حاجة في الحبسة وقتها مزلت ثورة وكان ليه بالنسبة ليه حلم من الصعب معنى أنه يتحقق تعرف عليش معنى الدكتاتورية وميخليوكش تصوره معنى ما يخليوكش تقول اللي تحبه يمكن ايه والله رجعت في الروح والله فما حاجة تجب تتعمله معتد تتعمله على السجون وعالمسجونين تشوف برك الحوار معنتها توا ديخ شوية السلام عليكم بالنسبة لتربيت البو كيف يشوف سلط مش تاجح ولده أعطين صحة فماذا حصل من ذهنه تراهم فما كي يمنو تنقيز من الصعود التي تعالين يخدموه في الخطة هذي نحنا لانا نشابه 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 ونجمه ونحن نحن نشابه نحن نشابه ونسام نشابه ونشابه برك الله عملت برشة في استيبالات معت عملت برشة مهرجانات قبل ومشيت الأكثر من 200 مهرجين وعملت حوارات مع الجمهور بعد الأفلام وكانت فيما حواراتي تقعد في موخي معتا ما تتنسيش منأكد لك أنه اليوم كان أمتع حوار عملته في حياتي وكان على خاطر الجمهور اللي حاضروا إوني كان عنده تلقائية وحتى الأسئلة كانت في محلها معاتها فرحة فرحة كبيرة بش الحقيقة وليه وإموشون كبيرة ذات شكرا